اشتركوا في القناة وسبول دعمه وتنميته على كافة المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة كما اجرى جلالته مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية تركزت على ابرز تطورات الاقليمية والدولية وفي مقدمتها مجريات الاحداث في منطقة الشرق الاوسط والتسعيد العسكري الاسرائيلي في قطاع غزة والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لكافة اشكال التسعيد العسكري على ارواحهم وفتح ممرات انسانية لإيصال المساعدات الطبية والاغاثية لهم اقبتها زيارة الى الجمهورية الايطالية الصديقة التقى جلالة الملك المعظم خلالها بقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان حيث جرى استعراد افاق التعاون المشترك الوثيق بين مملكة البحرين والفاتيكان الى جانب جهود الجانبين في تعزيز القيم التسامح والتعايش والتأخي والاخوة والانسانية والحوار والتعاون بين الشعوب لما فيه خير البشرية جمعا كما عقد حضرة صاحب الجلالة رعاه الله خلال زيارته مباحثات مع كل من فخامة الرئيس سيرجيو ماترلا رئيس الجمهورية الايطالية ومعالي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء تناولت اوجه العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة بالاضافة الى مستجدات الاوضاع اقليميا وعالميا بما فيها التصعيد الدائر في قطاع غزة واهمية تكثيف الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى احتواء الموقف ومنع تقفاقم الاوضاع والبحث عن افاق للتهدئة وتوفير الحماية للمدنيين وفتح ممرات امنة لاصال مختلف المساعدات الانسانية لقطاع غزة رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال اشتركوا في القناة